ايه اللي جاب الهرم جنب البحر؟ معلوماتها تصدمك عن أهرامات الجيزة كشف كبير وسر جديد من أسرار الحضارة المصرية اللي ما بتخلص واللي دايماً بتبهرنا بعظمتها دراسة جديدة انتشرت من أيام في مجلة Communications Earth Environment عن اكتشاف مجرى قديم لنهر النيل طوله 64 كم وعرضه من 200 ل700 متر وده باستخدام أقمار صناعية رادارية وقالوا كمان إن النهر ده كان جنبه 30 هرم مش أهرامات الجيزة بس الاكتشاف ده رجع المختصين والمهتمين بالحضارة المصرية الأديمة لإثبات نظرية أديمة عن استخدام المصر الأديم نهر النيل في نقل الأحجار العملاقة من جنوب مصر إلى الجيزة لبناء الأهرامات وقالت المعدة الرئيسية للدراسة إيمان غنيم من جامعة نورس كارولينا إن ما كانش حد متأكد من موقع الممر المائي الضخم وشكله وحجمه وعلشان كده استخدم فريق البحث صور التقاطتها أقمار صناعية رادارية متطورة جداً لغاية ما قدروا يوصلوا للسبق العلمي العظيم وكل يوم هنفضل نكتشف جزء صغير عن أسرار الحضارة المصرية الأديمة ترجمة نانسي قنقر